مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب أحقا قال الله هذه هي أول عبارة خرجت من فم الحية القديمة الشيطان وهي عبارة الهدف منها التشكيك في كلمة الله وما زال إلى يومنا هذا هذه هي الحيلة الشيطانية التي يتبعها إبليس وأعوان إبليس في الطعن والتشكيك في كلمة الله لكن هذا نتحدث اليوم في جزء تاني عن ما يوجه إلى إنجيل متى من انتقادات ومن طعن في مصداقيته تحت عنوان أخطاء وتناقضات في إنجيل متى الجزء التاني الأسبوع اللي فات كلمنا عن أكثر من نقطة وفي هذه الحلقة سوف نستكمل معا بعض هذه الانتقادات التي يوجهها البعض إلى إنجيل متى بغرض الطعن في مصداقية ما كتبه متى كإنجيل يسرد لنا قصة وحياة شخص الرب يسوع له كل المجد أخطاء وتناقضات في إنجيل متى من ضمن هذه الأمور التي ينتقدها البعض هي أن وصايا المسيح بحسب فكرهم تجعل الإنسان ضعيفا وجبان فمن كلمات المسيح على الموعزة أو في الموعزة على الجبل عندما قال رب المجد له كل المجد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين ومن سألك فاعطيه ومن أراد أن يقترد منك فلا ترده هذه التعليم هي تعليم عكس ما عند الإنسان من طبيعة بشرية فالطبيعة البشرية الإنسانية تقاوم الشر والطبيعة الإنسانية الشريرة الساقطة من لطمك على خدك رد له عشرة أضعاف لكن يأتي هنا المسيح ليتحدث ويقول أن الإنسان الذي هو يتبع المسيح الإنسان الذي وضع نفسه والإنسان الذي انكسر أمام الله وقبل يسوع المسيح مخلصا هذا الإنسان لا ينبغي أن تتحكم فيه مبادئ العالم ولا حتى الطبيعة الخطئة لكن هذا الإنسان تسود مبادئ أخرى هي مبادئ ملك وطلع هنشوف فيديو فيه بيستهزأ أحد الدعاء بكلمات المسيح هذه وإنه إزاي المسيح يقول هذه الكلمات من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا نشوف الفيديو رقم واحد ونرجع نعلق عليه مع حضرتكم فإنه إزاي المسيح لم يتغلق عليه المسيح أولا كان لطمك على حضرتكم الآن يقوله أنك لا تتحكم عندما يتغلق على حضرتكم على حضرتكم أعطي الأخرى يرى هنا طبعا أحمد ددات أن الله غير عقل أو غير فكره أنه في القديم الله قال سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن لكن يأتي هنا الرب يسوع ويقول لا وأما أنا فأقول لكم لا تقوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا فبحسب فكرة أحمد ددات الله غير رأيه الله غير تعليمه هل هذا الأمر حقيقي؟ طبعا هذا الرد من أحمد ددات وانتقاده لهذا الجزء هو يعبر عن فهم خاطئ لكلمات المسيح عن عدم إدراك لمعنى الوصية القديمة ومعنى وعدم إدراك أيضا لما يقوله يسوع المسيح خليه نشوف أولا سمعتم أنه قيل نعم عين بعين وسن بسن هذا هو جزء من النموس المساوي ده تشريع في النموس عشان كده في النموس نقرأ في سفر الخروج وأصحاح 21 وفي عدد 23 إلى 25 وإن حصلت أذية إذا حصلت أذية تعطي نفسا بنفس وعينا بعين التشريع ده هدفه إيه؟ التشريع ده كان عكس التشريعات التي كانت موجودة ذمان أو قديما بين القبائل وبين الأمم الوثنية القديمة لما نقرأ في كلمة الله ولما نقرأ التاريخ الأديم حتى التاريخ الذي هو خارج النموس المساوي أو خارج شريعة موسى نجد أنه لا يوجد شيء اسمه عين بعين وسن بسن إذا شخص من قبيلة أساء إلى شخص آخر من قبيلة أخرى تقوم القبيلة دياً بالهجوم على القبيلة الأخرى فما بيكونش العقاب على قد الإساءة بيكون هناك انتقام بيكون هناك دمار مش لأشخاص لكن لقبائل كاملة تفتكروا دينة بنت يعقوب عندما غر بها ابن شكيم ماذا فعل ماذا فعل إخوتها الاتنين راحوا وقتلوا الشباب لموجودين في منطقة شكيم ما كانتش الإساءة الإعقاب على قد الإساءة بل كان دمار لكل القبيلة هكذا كانت تعيش قبائل الأرض زمان وهكذا كان يعيش الإنسان القديم لم ييجي الرب بقى ويشرع ويقول لشعبه لا 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 أنا مش عايزك تعمل كده أنا عايزك تكون العقاب على قد الإساءة على قد الجرم يكون العقاب لهذا الجرم عشان كده إذا حصلت أزية تعطي نفسا بنفس وتعطي عينا بعين وتعطي سنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وجرحا بجرح ربنا هنا حد شر الإنسان من إنه ينتقم لنفسه من الآخرين بصورة بشعة كمان الحاجة التانية اللي مش فهمها أحمد داد كويس وما تعيبش نفسه وغير المسلمين وأخرين من المسلمين كثيرين بنفس الشكل هو أن هذا التشريع هو تشريع قضائي وليس تشريع شخصي ودي نعطة مهمة جدا هذا التشريع لا يقوم بتنفيذ الشخص هذا التشريع يقوم بتنفيذ القضاء القضاءات المعينين بدور القاضي الذي يحكم في القضية جبت الكلام ده منين جبته من كلمة الله في سفر التسنية أصحاح 19 بيقول لنا هذه الكلمات فإن فحص القضاء جيدا يبقى فيه قضاء هذا التشريع عين بعين وسن بسن هو تشريع يحكم به القاضي وليس وصية للأشخاص لكيما ينفزهم هذه الدينونة أو هذا العقاب بإيديهم فإن فحص القضاءات جيدا وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه ففعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه فتنزعون الشر من وسطكم لا تشفق عينك نفس بنفس عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل يبقى هنا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن هذا هو التشريع القضائي هذا هو القانون اللي ربنا حطه من خلال وأعطاه لموسى لكيما ينفز وسط شعبه بلكن من اللي ينفزه مش الأشخاص اللي ينفزه لكن القضاءات الذين عينوا يحكموا به يبقى داقمون كويس لما يجي بقى الرب يسوع هنا ويقول سمعتم أنه قيل عين بعين وأما أنا فأقول لكم هنا الرب يسوع لا يعارض ما قد جاء في القديم هو لا يعارض ما قد جاء في القديم ولا يقول ضده ولا ينتقده كويس هو هنا نعرف جيدا أيضا أنه بعض اليهود حاولوا تفسير عين بعين وسن بسن على أنه دون حق شخصي وأنك أنت لازم تاخد حقك بإيدك وأنك أنت لا تترك من أزاك إلا وتأزيه دا كان أيضا جزء من التعليم معلم اليهود أما الرب يسوع فعندما جاء قال ما ينفعش الكلام دا ما ينفعش الكلام دا عين بعين وسن بسن ليست وصية ينفذها الإنسان بيده وبمفرده بل هي قانون قضائي الغرض منه أن يكون العقاب مساوي للجرم ما فيش بلد بتقوم بدون قانون وما فيش بلد بيكون فيها سلام إلا إذا كان القانون فيها هو سيد في كل المواقف فأساس الملك العدل وأن ينفذ هذا العدل قضائيا بيس عشان كده المسيح هنا مش بيركز على الجزء القضائي مش بتكلم عنه الجزء القضائي دا موجود وينفذ لكن المسيح هنا بيركز على حاجة تانية أنه أنت ما ينفعش كإنسان أن أنت يكون دا توجه قلبك كشخص ما ينفعش أن يكون دوا هو دستور حياتك أن أنت تنتقم من اللي يأذيك وأنك تأذي اللي يأذيك وأنك تجرح اللي جرحك كشخص كشخص كويس عش كده رب يسوع بيركز لا على الحق القضائي بل على الحق الشخصي ورد فعل الإنسان تجاه الآخرين سلوكيا نحو الآخرين لأنه لو كل واحد فينا انتقم لنفسه لصارت الحياة غابة عش كده رب يسوع في النقطة دي النقطة الجوهرية التي يركز عليها شخص رب يسوع هي في لا تقاوم الشر لا تقاومه أن أنت ما تردش الإساءة بإساءة أن أنت ما تفعلش كما فعل الآخرين بيك ولا تنتقم لنفسك ولا تنتقم لنفسك المؤمن الحقيقي الذي مات مع المسيح لا ينتقم لنفسه ولا يرد الإساءة بمثلها ولا يمارس العنف في حياته حياة الإنسان مليان عنف من أول ما وجد على هذه الأرض ومن بعد السقوط بدأ هذا العنف من اللحظة التي فيها قام أخ على أخيه وقتله ونجد أن الأرض قد ارتوت بل شبعت من سفك الدماء كيف لهذا العنف أنه يقف إلا إذا اتخذ الإنسان بداخله ردة فعل مختلفة وهنا الرب يسوع يتحدث عن قلب الإنسان عن توجهه عن سلوكياته لا يتناول الحكم القضائي فالقضاء له قدسيته وله من هم مسؤولين عنه وله احترامه أوقات كتيرة ممكن أنت تتنازل عن القضية لكن القضاء لا يتنازل عنها ده حق مدني حق قضائي عشان كده الرب يسوع بيتكلم هنا عن توجهه قلب الإنسان أنه أنت ما يبقاش جواك رغبة في الانتقام وما يبقاش جواك السعي إلى أنك تاخد حقك بإيدك ده اللي بيعلمه الرب يسوع ده اللي بيأتي بالسلام بين البشر ده اللي بيعايش الناس في سلام مع بعض عشان كده نيجي إلى نقطة أخرى البعض ممكن يعترض يقول آه طيب إذا كان هو ده توجهه المسيح لماذا انتقد المسيح العبد أو الخادم الذي ضربه لماذا لما يترك له هذه الإساءة أجي هنا إلى نقطة أخرى مهمة وهي كلام يحن 18 22 وعلى 23 عندما كان الرب يسوع يحاكم وكان رئيس الكهنة بيسأله وهو بيرد عليه بيقول ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان وقفا واحد من الخدم كان واقف فدرب المسيح فقال له قائلا أهكذا تجاوب رئيس الكهنة ما عجبهش رده على رئيس الكهنة فمد إيده عليه فقال له يسوع أجابه يسوع إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي وإن حسنا فلماذا تضربني هو رب يسوع هنا لا يتحدث عن حقه الشخصي رب يسوع هنا يتحدث عن هذا الإنسان بهذا التصرف قد كسر النموس الذي لا يعطيه الحق أن يمد يده عليه قعد كتيرة لازم أنت كمان تبقى بتسعى على أنه يحافظ على القانون وده اللي عمله بوليس بوليس وسيلة لما الاتنين كانوا مسجونين وتضربوا في فليبي في أصحاح 16 من سفر عمل الرسول كويس وبعدين المصيبة الكبيرة إنه هم تضربوا وتسجنوا بدون محاكمة مع أنهما هو وسيلة يعتبروا جنسيتهم معهم الجنسية الرومانية وهذا بحسب القانون الروماني ممنوع ممنوع فلما عرفوا إنه دول الرومانيين ومعهم الجنسية الرومانية خافوا فقال لهم بوليس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن أفلا يتردوننا سرا كلا بل يأتهم أنفسهم ويخرجونا بوليس هنا عملي بوليس طالب بالقانون بتنفيذ القانون ليس موضوع حق شخصي وليس رغبة في الانتقام لكنه طالب بتنفيذ القانون الذي يعطيه الحق كمواطن روماني أن لا يدرب وأن لا يهان والمسيحية لا تعلم بالعنف ولا تنادي بأن ينتقم الإنسان لنفسه ولا تنادي بالقتل والذبح والسلب المسيحية تنادي بأن يعيش الإنسان في سلام سالموا جميع الناس على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس طيب ناخد الأخت فريال من إنجلترا ألو ألو أخ أشرف سلام من عملا أهلين بيك يا أخت فريال كيفك أهلا بيك نشكر رب عزيزي إن شاء الله تكون بخيف نشكر ربنا ربي يتمجد في خدمتك ويباركك شكرا لك شكرا لك واليوم بنعمة الرب باسم يسوح يعني أنا ما بعرف ما عرف أشارد على هذا الشيخ وأمثاله اللي قال تعاليم المسيحي تسيجع الإنسان ضعيف وجبان صدقني أنا ما قاله وأشفق عليه ومتقى بقلبي وعلى أمثاله لأنه يتبع رسول اللي قال جئت أكون بالزبح والشيطان لما كما في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله القدوس الحقيقي الشيطان كان قتالا منذ البدء فكثير من الفلسفات وكثير من الأديان ومن ظلنا طبعا الدين الإسلامي تحول الإنسان الطبيعي إلى إغهابي وعدواني وشريف وهذا سهل جدا جدا وجد نشوف بإنه إيش داي حدث في مصر في أنحاء العالم لكن فقط فقط المسيح له كل المجد هو اللي يغير الإرهابي والإدواني والشرير إلى إيسان وديع وإيسان مسالم ومحب للجميع وهذا ليس ضعف لأنه في شخصية المسيح له كل المشي وفي مواقفه لما كان على الأرض كان يجول ويسمع خيرا ما شفنا أي عنف للمسيح لا في شخصيته أو تعاليمه له كل المشي واللي يدبعه طبعا نفس الشيء المسيحي مثل ما ذكرت أخي العديد المؤمن الحقيقي ومثل ما قال قال لبوترس ارجع السيف إلى غزه لأنه بالسيف يؤخذ بالسيف يؤخذهم للمرات يقطع ابن رئيس عبد رئيس الكهنة نعم عبد رئيس الكهنة نعم ومثل ما دعا نشوف يا أخ أشرف يا عزيزي في داعش ما يقوم به وبوكه حرام وغيره وغيره نفسه هو المحلل والمفكر الإسلامي محمد التميمي اللي قال بسمه ما يقوم به داعش هو من صلب العقيدة الإسلامية القرآن والحديث وداعش تصبيق حرفي للإسلام يعتقدون القوة هو القتل والزبح مثل ما ذا يعدد وذا نشوف لكن القوة هي في تعاليم الرب يستوع المسيح اللي هو حتى شيخ الأزهر لمنقرة تعاليم المسيح الموعظة على الجبل قال أدمعت عيونه فالرب يرحمكم وتعرفون الحق وتميزون بين الضعف وبين الجبل وبين القوة اللي هي نستمد من الرب يسوع المسيح له كل المشيح واللي موجودة في مزمور 29 عدد داعش يقول الرب يعطي أزن لشعبه الرب يبارك شعبه بالسلام السلام ونكون مسالمين والرب يحفظك أشرف ومن مجل بإسم يسوع شكرا لك أخت في ريال شكرا لك زي ما ذكرت الأخت في ريال بالضبط أنه رب يسوع في تعليمه أراد أنه يجعل الإنسان يتحكم في ردود أفعاله سهل جدا أنك ترد الإساءة بإساءة مفيش أسهل منها سهل جدا أنه الإنسان يثور غاضبا ومنتقما سهل جدا أنه الإنسان يرفع في وجه أخي السلاح مش صعبة لكن إيه الغرض من ده كله وإن نتيجة هتكون من ده كله هيكون دمار هيكون أزية هيكون بغضة أكتر هيكون رغبة في الانتقام أكتر من كل طرف وكان رب يسوع هنا بينزع فتيلة الانتقام من قلب الإنسان أوكي هو أسائلك هو أسائلك ممكن تسيء لي ده بسهولة ده طبيعتك البشرية كده لكن أنا عايز أعلمك حاجة تانية أنك تتحكم في غضبك تتحكم في ردود أفعالك من أراد أن يسخرك ميلا كان الرومان زمان بينقله الحاجات من مكان لمكان فكان ممكن بسلطانه يؤمر أي شخص ماشي يقول له تعالى شيل دي وديها للنقطة الفلانية دي كويس فإذا سخره ميل هو صار عبد وعبد كميل لكن إذا هذا الإنسان بإرادته صار ميل آخر صار هو السيد في الموقف مش فعل ما أمر به لا ده هو سيد الموقف هو المتحكم في الموقف ومن أراد أن يأخذ ستاوبك فترك له الرداء أيضا ده مش معناه مبدأ يعني زي ما يقول البعض أوكي أي حد يسألك أعطيه آه المسيحية تعلم العطاء والمسيحية تنادي بالعطاء والمسيحية أكتر ناس بتعطي وأكتر ناس بتبذل هم المسيحيين يكفي فخرا أن يوم الأخوة السوريين تهجروا من بيوتهم بسبب الحرب وبسبب داعش رفضت الدول العربية وبما فيها السعودية اللي كان عندها آلاف بل عشرات الآلاف من الخيام المكيفة المجهزة أنها تستقبلهم لكن العالم الغربي استقبلهم يكفي أنه لما بتحصل مصيبة في أي بلد أكتر ناس بتهتم هم الغربيين اللي عايشين بمبادئ مش بقول أنهم مسيحيين بقول أنه عايشين بمبادئ اتربوا عليها مبادئ مسيحية فالمسيح يعلمنا هنا أن نحن نكون متحكمين في ذواتنا طيب أجي إلى انتقاد آخر يقول المنتقد أيضا كيف لإلهكم هو إله أن يكون إله المحبة وتقولون أنه هو إله المحبة أن يحرد أتباعه على الكراهية على كراهية الأعداء طيب جبت الكلام ده منين يا عم آه المسيح قال الكلام دوا واقتبسوا من الكتاب المؤدس سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك كويس في مادة خمسة وعدد تلاتة واربعين فكيف لإله المحبة أن ينادي أتباعه كويس في العهد القديم يعني أنه هما يكرهوا ويبغضوا أعداءهم طيب أنا هرد على الجزء دوا بالتفصيل أولا لا يوجد نص واحد في كل الكتاب المقدس وأنا بقوله وأنا عارف بقول إيه لا يوجد لا يوجد نص واحد في كل الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤية ينادي فيه الرب بأن يكره الإنسان أعداءه لا توجد لا يوجد عندنا وصية كتابية تقول ابغض عدوك لا توجد واللي لقيها طلعها لي اللي لقيها يطلعها لي كويس فلا توجد وصية كتابية في كل العهد القديم تنادي بأن الإنسان يبغد أعداءه طيب أخذ مدخلة من أخ سام من نيورك وأرجع أكمل مع حضراتكم هلو ممكن حضرتك بس توطي التلفزيون عشان نقدر نسمعك أنا ألو طيب لا مش مسامع طيب فده ده أول حقيقة أول حقيقة لابد أن نحن نعرفها للذين يعني يتهمون المسيحية بأن إله المسيحية أو إله الكتاب المؤدس يقول تبغد عدوك لا توجد وصية فهذه الوصية موجودة هتكون ضد طبيعة الله وتناقض طبيعة الله وما يأمر به الله الإنسان وما عندنا هذا التناقض أبغد عدوك لا توجد في الكتاب المؤدس كبايس أما أما تحب قريبك فموجودة في الكتاب المؤدس طيب تقول لي لما 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 قال الرب يسوع هنا رب يسوع قال عبارة مهمة جدا لم يقل الرب يسوع كما هو مكتوب لكن الرب يسوع قال سمعتم أنه قيل كبايس وهنا هاجي للإجابة توجد الوصية تحب قريبك نفسك دي بكل وضوح موجودة في كلمة الله تحب قريبك نفسك يقول كده لا تبغد أخاك في قلبك مش بس أنك تبغد في الفعل لا لا ده بيقول الكتاب لا تبغد في قلبك لأن أنت إذا أبغدت في قلبك هتكون تصرفاتك تجاهه مليانة بغضة إنذارا تنذر صاحبك لو بتحب حد هتوجهه هتنذره كويس ولا تحمل لأجله خطية لأنك إنت لو لقيته بيعمل شر ولم تنذره يبقى أنت كأنك سهمت في أن يستمر في الشر لكي يهلك وعش كده قولينا كتاب لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك أنا الرب يبقى الرب هنا أوصى شعبه بأنه يعمل إيه أنه يحب بعضه بعضا تحب قريبك كنفسك وطبعا الرب يسوع في المثل المشهور اللي قاله مثل السامري من هو قريبي من هو قريبي طب جابوها منين جات منين أنك رب يسوع بيقول لهم أنه أوعى تمشوا بحسب هذه الكلمات ما تمشوش بيها لأن الوصية الإلهية واضحة من البداية وإيه هي الوصية الإلهية أن تحب قريبك كنفسك بل أكتر من كده خادر الرب يسوع لا تبغد أخاك في قلبك وحولها إلى أنه مش بس فعل سلبي أن أنت لا تبغد أخاك في قلبك لكن الرب يسوع حولها إلى وصية إيجابية قال أنه سمعتم أنا قيل كويس تحب قريبك وتبغد عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعدائكم باركوا لعينيكم وصلوا لأجل الذين يسيقون إليكم فبدل ما أنت مش بس أنت ما تبغدهوش لا 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 ده أنت كمان تصلي لأجله أنه محبتك ومحبتك اللي في قلبك تجاه هذا العدو تدفعك أنك تقوم بدور إيجابي نحوه ده اللي علمه لنا الرب يسوع ده اللي نادى به شخص المسيح قارن دو بتعليم الإسلام هتقول لي تعليم الإسلام ما لها تعليم الإسلام تعليم الإسلام اللي مليانة آيات تحض على القتل آية ورى التانية ورى التالتة ورى الربعة ورى الخمسة أكتر من 120 آية تحرد على القتل والذبح على عدم قبول الآخر على قتل الأعداء على ذبحهم يعني قاتلوهم واقتلوا مرات ومرات موجودة على صفحات الكرآن أنا بس هنا حطيت يمكن صفحتين موجودين من آيات القتل ما عنديش وقت أن أنا حتى أقولهم وبصراحة لا أريد أن أنا حتى أراهم لكنها كلها آيات تحرد على القتل كلها آيات بيستخدمها الآخرين داعش وكل الجماعات التي أرادت أن تكون أمينة للنص الكرآني وللحديث والثنة حديث والثنة كلنا تربينا في العالم العربي وأنا تربيت في العالم العربي ويا ما سمعنا في الميكروفونات من حوالينا لعنات ولعنات أدعية واحد بيدعي أنه على كل من هو غير مسلم يدعي عليب الشر يدعي عليب الخراب يدعي عليب المرض يدعي عليب المصائب دي مش حاجة على فكرة مقلفينها دي حاجة مختبرينها وأي واحد عايش في العالم العربي عارف دي الحقيقة وأي واحد عايش في مصر كمان عارف ندعية الميكروفونات اللي حوالينا من كل ناحية كويس وبنسمع بنسمع اللعنات علينا لكن في قلوبنا بنصلي لأجلكم أحب أعداءكم بالطريقة الإسلامية أنا لخصتها في فيديو صغير فيديو صغير جماعته كده هذه هي محبة الأعداء بالطريقة الإسلامية نسمع الفيديو ونعلق عليه اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصار اللهم لا تقبلهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم أنزل عليهم عذابك اللهم فدمرهم اللهم فدمرهم اللهم عليك بالرافضة وبالشيوعيين وباليهود والنصار اللهم عليك بالظالمين فارق اللهم جمعهم وشتت شملهم وأضعي بقوتهم وأدر عليهم دائرة السوق اللهم يا حي يا قيو اللهم دمرهم تدبيرا اللهم دمرهم تدبيرا أرينا فيهم ساعة سوتا اللهم نفتت قلوبهم استجيب يا رحمن استجيب يا رحيم استجيب يا تباب استجيب يا غفاب الغريبة أنه في الأدعية دي تحيسي أنه الطقوة يعني بيبكي بيبكي لله أي إله دوا أي إله أي إله الذي يستجيب لمثل هذه الدعوات أي إله بقى لكم 1400 سنة بتدعو وكل يوم بتنزلوا لتحت والآخرين بيطلع لفوق أي إله أي إله الذي يستجيب بالشر على الآخرين وبعدين يجي في الأخر يقول لك استجيب يا رحيم استجيب يا غفار هو غفار بالنسبة لك أنت بس طيب ممكن يكون غفار لهم ورحيم نحوهم اللي أنت بتدي عليهم ليه النهار دا دول دا دا محبة الأعداء بالنسبة المسلم محبة الأعداء بالنسبة المسلم أنه يموت أنه يضمر أنه يهلك أنه يزبح دا محبة الأعداء أنه لا يستحقوا أن يعيشوا قارن دوا بتعليم المسيح أنا نهار دا مش بقول لك الثلوس والعقيدة المسيح لا لا أنا بحطك كإنسان أمام نوعين من التعليم المتناقض مع بعض 180 درجة واحد شمال واحد يمين واحد يقول أحب أعدائكم باركوا لعنيكم أحسنوا لمغبوديكم وآخر زي ما احنا سمعنا وزي ما احنا شفنا في الآيات القرآنية قاتلوهم يسبحوهم يسبوهم أيهما تتبع طبعا لو ميولك ميول شر وقتل هتختار ما يتناسب مع ميولك لكن لو أنت بتفكر فعلا وعارف وعايز تعرف الله الحقيقي هتعمل مقارنة وتكون مقارنة بالنسبة لك يعني أبيض وسود حياة وموت نور وظلمة أيهما تختار أيهما تختار طيب أجي إلى نوطة أخرى بيقولها طيب ناخد مدخلة قبل الأخ شكري من إيطاليا ألو نعم نعم أهلا بيك وفيك بركة أهلا وسهلا بيك تفضل أيوة معاك أستاذ ضاشرف يعني نسمع لك كثير أنا المدخلات تاعك في قناة الحياة وفيك بركة نسمع كثير في الحلقات تاع الحياة قناة الحياة نسمع كثير مدخلاتك ولكن يا أخ أشرف لماذا يعني تبالغ في الأمر كثير قاتلوهم وإلى آخر وحاربوهم وكذا هكذا تحمل حاجز بين بين المسلمين والمسيح نحن هنا في إيطاليا عنا عز الأصدقاء مسيحيين ولكن الأمور عادية لا نعملوا حرب معهم ومعنا حرب والله العظيم في سكن معنا مسيحيين وكذا وكل شيء ولكن لست أدرك نسمع مدخلاتك يا شيخ أشرف أخاف من صديقي المسيحي هذا ولا يخاف مني طيب أولا أرد على حضرتك نعم أولا أشكرك لأجل مدخلتك وكل سنة وحضرتك بخير شكرا كويس أنا لا أتحدث عن الإنسان أنا أتحدث عن نص الذي يحكمني هو النص وأنا أنا كمسيحي وحضرتك كمسلم لو أنا عندي الرغبة من كل قلبي إن أنا أنفذ بحسب أو أعيش بحسب النص المكتوب كويس نعم فأنا أنا عندي نص يتحكم فيه نص هو اللي باعتبره نص موحة به من الله فإذا عندي الوصية الإلهية بتقول أحب أعدائكم باركوا لعنيكم لكن حضرتك أردت أن تكون مسلم ملتزم بالطيع النص القرآني فأعتقد في طاعتك للنص القرآني هتقف قدام هذه الآيات أنا مش بجيب آيات من عندي أنا بجيب آيات موجودة ومرسوسة في القرآن وأحاديث كثيرة وهي قد تختلف في تفسيرها لكن على الأقل النص موجود النص اللي ممكن يستخدمه شخص زي بتوع داعش وينفزوه بالحرف أو يستخدمه أسامة بن لادن أو يستخدمه غيره وينفزوه بالحرف هذه زمان زمان يا أخي حضرتك 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 من زمان إحنا إحنا دوبك داعش يعني ما انتهتش بس يعني وقف نشطها من سنتين ثلاثة وقف الدبح والأفلام المصورة للدبح وللحرق وللدمار يا أخي أشرف لماذا ما تفعلش خيرا لماذا هذا هو الترهيب من عندك يا أخ أشرف لا أنا مش ترهيب أنا بقول بقول يا أخ شكري أنه النص هو اللي بيتحكم في الإنسان مش الإنسان اللي بيتحكم في النص لا ما تحكمش مع عادي مسالمين مع المسيح المسيح أولا أنا 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 تربيت في مصر وعارف أنه كان ليه أصحاب كثير ومازال ليه أصحاب كثير المسلمين وبحبهم بحبوني بس لما نيجي نتناقش حتى في النص أنا النص الكتاب اللي عندي بيقول لي كذا وهو النص الكتاب اللي عندي بيقول لي كذا فإذا أخي أشرف أشرف أخي أشرف قصة حقيقية واقعية فضل والله من زد حق ولا كلام عندي صديقي صديقي هذا في إيطاليا مسيحي توفى توفى هنا في إيطاليا فيه الأهل تقعوا من مصر كم يقول المصري عايزين يرجعوه إلى مصر وزوجه إيطاليا عايزاته يموت هنا في الكنيسة ولكن كيرشلوه المصر في الكنيسة كذلك في كفر الشيخ في مصر في الكنيسة المهم وماذا لقى لقى المسلمين هم اللي ساعدوه في المستشفى وساعدوه في ترتيب الأمور تعلق المسيح عليك وجبنا له واحد من الأقباط من الرومة ورسلناه إلى مصر ورغم أخوه من أمريكا جاء هنا واحد حار قال المسيحي مهرب منه ونحن مسلمين كنا في المستشفى في أيامات كورونا ليتقل المستشفى يا أخ أشرف يعني أمر بنفسه العدوى تاع كورونا وتخلنا في أربع أثقاء أسمع لي بركة أخي أشرف وتخلنا المستشفى ورغم كورونا خطر وغمرنا بنفسنا ورغم هذا صديق وأخه وعزيز علينا مسيح وعنده ديانة تاعه متدين بالمسيحية عشرة عشرة يعني ولكن أخوه أخوهم من كاليفوريك جاء عنا ضيق واستقبلناه والله ما زيد عليك حرف شهر كاليفوريك ده ده حضرتك حضرتك عملت حضرتك عملت ما يحطم عليك الأخلاق الإنسانية تجاه الإنسان الآخر ده 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 يعني ده ده بالزبط ده ده اللي علمه لنا المسيح ده مثل السامير الصالح ده لما 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 إنسان لما إنسان محتاج ومختلف عني في الدين ومختلف عني في العقيدة لكنه محتاج أنا أقف معاه لكن أنا مش بكلم عن النقطة دي النقطة دي المفروض تكون موجودة إذا إذا فعلا الإنسان أراد أشرف هذا اسمه حتى جورج فايز مطة جورجيس صدقنا نعطيك حتى الإسم ده أنا مصدقك أنا مصدقك أنا مصدقك طبعا بكل تأكيد ومصدق وبشكرك على يعني إنسانيتك لكن أنا أنا مش بكلم عن الإسلام كإنسانية كأشخاص أنا بكلم على النص الكتابي اللي موجود هي دي هي دي المشكلة إذا أراد المسلم إنه يصير أخي الكريم أشرف أخي الكريم أشرف الإسلام فيه سماحة صدقني أنا ساكن معي عمر هذا المسيحي هذا فيه سماحة أكثر من مع احتراماتي لدينا المسيحية أنا مش عارف أنهي إسلام أنهي إسلام الإسلام أنهي إسلام تعلموا إسلام للمسلمين نحن الإسلام لا إله الله محمد رسول الله هل ده هو الإسلام العام اللي عند الناس كلها عند المسلمين كلنا هل ده تفسير حضرتك النصوص أخي أشرف هل ده تفسير حضرتك النصوص القرآنية لا لا أخي أشرف أنا لا شفت داعش لا شفت بلادن لا شفت ولا شيء اللي تحكي عليه هذا كل أنا نشوف فيه كأنه افتراضي لا مش افتراضي حضرتك حضرتك ده مش افتراض إحنا فعلا في مسلمين حلوين كتير أنا عايز أقول ومنهم حضرتك في فعلا مسلمين أنا عارف أنا عارف علشان وقت الحلقة أنا أختم مع حضرتك أشكرك أولا على مندخلتك وأنا أسعد بالحوار معك في أي وقت وكل عام وانت بخير آمين صح مشكلتنا مش مع المسلمين عمرها ما كانت مع المسلمين ولا هتكون في يوم مع المسلمين عمرها كل اللي بيخدموا معظمهم اللي بيخدموا في قناة الحياة من خلفية أسلامية وليهم أسارهم وأريبهم وأحبائهم وأهليهم خلافنا مش مع المسلمين عمره ما كان مع المسلمين احنا خلافنا مع نص مكتوب ممكن يوجه بهذه الطريقة للقتل وللدبح وللحرب وللدمار مشكلتنا مع الناس مش مع الأخ والأخت المسلمة نحن نحب نحب المسلمين ونصلي لأجلهم ولما بنحبش المسلمين يبقى بنعمل خطية لأن وصية المسيح لنا أن نحب حتى أعداءنا مشكلتنا مش معاهم أبدا ولا مشكلتي معاك أخويا شكري بالعكس أنا لو شفتك هعيد عليك وأزورك وأجل شرب معاك شاي وأقعد معاك وتسامر معاك كذلك مشكلتي ليست مع دكتور منقز ولا مع أي حد من الأخوة المسلمين مشكلتنا مع النصوص الإسلامية هي دي مشكلتنا الأساسية بالأخص إذا نزر إلى هذا النص على أنه نص مقدس ينبغي أن يطاع في كل زمان وفي كل مكان طيب أخذ الأخ سام من نيويورك ألو 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 جسماني كيف كافيش أشرف أهلين بيك والله يبدأ يعني أسأل يعني إذا يعني أنا بتعرفني أنا بحكي بالحياد يعني ما باجي لا من هون ولا من هون أنا بحكي حياد في المنطق يعني أنا بشوف أنه يعني كمان قرأت شوي من الكتاب المقدس أنه في كمان مصطلحات تبع القتل بين القوسين مع كم الحشرابة كل أنا ضد المصطلح وكمان في موجود في الكتاب يعني في العهد القديم هاي المصطلحات بس في عهد الجديد ما في هاي المصطلحات أنا بشهادة يعني قرأت الإنجيل وقرأت العهد الجديد قرأت كلياته حلو وكويس يعني في أخلاق وسلوكيات حلوة كتير بس في عهد القديم شفت يعني مصطلحات وشفت قصص وشفت روايات يعني بتخول طبع طبع أنا هارد عليك في عقالة أخو يسام أشكرك أولاً وهارد أرد على حضرتك شفت يعني تدخ مداخلاتي يعني في احتنال يعني من أوروبا لأنه كنتم بتحكوا عن دائش ما دائش وكذا اللي حكي هاي أنا شفت يعني في يعني في أوروبا والغرب يعني يعني ما يعني ما يتمسكوا بالمسيحية بصراحة أغلبيتهم ملحيدين وعلمانيين مش متحيين صح بحتيجر لأنه الزيار سافرت هناك وشفت هاي الموضوع يعني مش ملتزمين متحررين كتير والغرب وكمان عندما شفنا في التاريخ يعني في التاريخ تابعهم أنهم يحتلون يعني يحتلون العالم العربي بريطانيا كمان في فرنسا في شمال إفريقيا وكذا يعني لو كانوا متمسكين بالمسيحية ما كانوا يعملوا هاي الشغلات يعني أنا أشكرك أشكرك أولا أولا أشكرك على مدخلتك وأرحب بيك في أي وقت في عجالة يعني أنا هو مش موضوع العنف في الكتان ودس لأنه عملت عليه حلقات كتيرة قبل كده لكن في عجالة شديدة العنف في العهد القديم مرتبط أكتر من حاجة أول حاجة مرتبط بيها مرتبط بي شعوب كنعان واللي نفهمه من كلمة الله إنه الله بيستخدم أوقات دينونة بصور مختلفة فكان في الوقت ده استخدم شعبه كأداة دينونة لشعوب كنعان وحددها ما يخرجش بره هذه الأرض وما يحاربش أي شعوب أخرى الله لم يعطي وصية دائمة في كل زمان وفي كل مكان للحرب في العهد القديم هذه الوصية ارتبطت بمكان معين بشعوب معينة لا يتعدها شعب إسرائيل وانتهت وانتهت حروب العهد الأديم ما بين إسرائيل والبلاد الأخرى دي كانت محاولات للحياة كل شعب بيحاول إنه تسيرفايف كويس وكانت الحروب زمان بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الوحشية كويس ومازالت إلى يومنا هذا الحروب وحشية ومميتة وضمار فلما الكتابي هكلمني عن شعب إسرائيل حارب أرام دي حروب ما بين شعبين ليست لها أي علاقة ب ب الله أو بوصايا إلهية لما نيجي للغرب النهاردة آه كل شعب من حق إنه يدفع عن نفسه أنا كمسيحي لو عايش في مصر كويس وبلد أخرى أرادت أنها تغزو مصر أنا واجبي كمسيحي أني أدخل الجيش وأحامي عن بلدي وعن أردي ده واجبي المسيحية ما بتتعريدش مع كده ولا بتنادي بعكس كده كويس عمر المسيحية ما بتنادي أو المسيح بينادي بإنه الدول آآ آآ ما تحميش شعبها وإنه أي مسئول آآ إبل المسيح يبقى لازم يحب أعداءه آآ بالدرجة إنه يسمح لأعداءه يجي وحتله بلده ما فيش التعليم دي كويس المسيح بيكلم على المستوى الشخصي مش بيكلم على مستوى البلاد البلاد تتحكمها أمور أخرى ولا بتحكم ولا بتكلم على مستوى القضاء القضاء لهما بدء الأخرى لكن أنا كمواطن موجود في بلدي وعايش فيها لو حد من الأعداء جم أنا ملتزم نحو بلدي إني أدافع عن أردي وعن بلدي وهكذا المسيحيين في كل مكان حتى في مصر اشتركوا في الحروب كلها وجزء أصيل في الجيش لكن لما أجي بقى إليه هل الغرب بيعيش بمبادة المسيح المسيح الغرب علماني وهناك حروب اتعاملت على مستوى التاريخ المسيحي بإسم الله لكن هي النقطة الأساسية أي من هذه الحروب مبني على نص كتابي في العهد الجديد من تعليم المسيح بيقول أنه ينبغي أن تقتل ينبغي أنك تتبح ينبغي أن أنت تقاتل الذين يكفرون تقاتل الكفار أي نص في العهد الجديد نادى به المسيح أن يتبعوا تلاميذه بهذا الشكل مش هتجد لن تجد وعش كده مقدرش أفسر أن الحروب اللي عملها الغرب دي حروب مسيحية ما لهاش علاقة بالمسيحية دي حروب استطانية دي حروب غزوات دي حروب امتلاك بالشعوب اللي بالشعوب دي حروب ما لهاش علاقة بالمسيحية مش مبنية على نص كتابي بيقول قاتله وده كل اللي يهمني في الموضوع طيب عشان الوقت بتاعنا أجي إلى انتقاد آخر بيقول لماذا أوصى يسوع تلاميذه أو أتباعه بأن تكون صلاتهم في الخفاء وليس في العلن لماذا انتقد المسيح الصلاة في العلن على أساس النص الكتاب اللي بيقول في الرب يسوع في الموعزة على الجبل بيقول لنا ومتى صليت فلا تكن كالمرائين وهنا حطوا مئة خط تحت المرائين لأنه هنا الكنترست أو المقارنة اللي رب يسوع عايز يعملها ما بين المؤمنين الحقيقيين المصلين الحقيقيين وما بين المصلين المزيفين المرائين كويس ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع ايه ايه زوايا الشوارع كتيرة اللي بيوقف شغله علشان يصلي اللي بيوقف عمل علشان يصلي اللي بيبقى دكتور في مستشفى والمريض موجود وقولك أنا رايح أصلي اللي كل الأمور دي كلنا عارفينها وعايشنا وفي زوايا الشوارع اللي يقف قدام مترو ويصلي اللي يقف قدام محطات اوتوبيس ويصلي كويس اللي يقفل الشارع للدرجة أنه عربية البوليس أو عربية المطاف أو عربية الإسعاف ما تقدرش تدخل عشان بيصلي كويس لكي يظهروا للناس كل هدفهم مش الله الصلاة هنا ليس هدفها الله الصلاة في الإيمان المسيحي هي علاقة شخصية مع الله هي الإنسان يناجي ربه فدي حاجة ما بينك وبينا الله لكن الهدف من كل اللي كانوا بيعملوه المرائين دول لكي يظهروا للناس لكي يقولوا احنا ناس أطقياء احنا أفضل من الآخرين احنا بنعرف ربنا احنا رجال الله على الأرض كويس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم خلاص خدوا ما تحوهم من الناس مفيش ليهم أجر إلهي كويس وأما أنت هنا بقى الرب يسوع عايز يحطه كمقهرنة ما بين المرائي في صلاته وما بين المؤمن الحقيقي في صلاته المؤمن الحقيقي في صلاته ما يهموش الناس وما يتشغلش بالناس وما يهموش الناس هتقول ايه وما يهموش الناس تبصلوا على أنه يعني الرجل اللي التقوى بتخر منه كويس ولا الزبيبة السودة اللي طلع من دماغه وأما أنت فمتى صليت أعمل ايه أنا ما أنت عايز تصلي صح عايز تتكلم مع ربنا صح عايز تحكي معاه عايز تدير حوار مع الله وأما أنت فمتى صليت تدخل إلى مخدعك ما الهدف مش الناس الهدف ربنا تدخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء كويس فأبوك الذي يرى في الخفاء أنت بتؤمن أن الله بيراك وانت في القوضة لوحدك ولا لا أنت بتؤمن أن الله معاك وانت بتصلي وبتناجي ولا لا أنت بتؤمن أنه حتى همسات قلبك ربنا عارفها وسمعها ولا لا فإذا كان الله بهذا الشكل أبوك اللي انت بتحكي معه أبوك السماو اللي انت بتحكي معه هو يرى في الخفاء كويس فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فأنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم أبوك 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 أبوك